في حديث القرآن عن الصيام و شهر رمضان بنجد آية عظيمة جدا شوف وبقول لي شهر رمضان قلت له ما له شهر رمضان قال لي الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اللام دي بيسموها لما الأمر تصوم طيب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يبقى يعيد في أيام بعد كده وبعدين يقول لي إيه بقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أنا عايزة أفعند دي ربنا سبحانه وتعالى يريد بينا اليسر طيب ليه إحنا بنريد العسر ربنا يريد بينا الرفق طيب ليه إحنا بنريد العنف شوف إزاي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في كل الأمور ربنا بيحب اليسر والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ وأبو موسى الأشعار الاتنين راحوا اليمن يعلموا الناس الإسلام فقال لهم إيه يسرى ولا تعسرى وبشرى ولا تنفرى يا حضرات إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة الرفق حلو حتى وإنت بتصلي الترويح ما حدش طلب إنك تقف على رجليك ورجليك بتوجعك ما حدش طلب منك كده ما حدش طلب إنك تقف تصلي القيام وضهرك بيوجعك رجبتك بتوجعك ليه؟ ما تقعد صلي قاعد رحم من ربنا سبحانه وتعالى في العبادات في أداء العبادات إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة عمر بن العاص كان قائد كتيبة قائد سرية النبي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل حاجة اسمها السراية إيه السراية دي؟ اللي معروف في عصرنا دلوقتي حرص الحدود يعني كتيبة النبي أمر عليهم واحد يبقى الأمير بتاعهم يطلعوا برى المدينة على مسافة معينة يعسكروا في المكان ده أسبوع اثنين زي ما النبي أمرهم يشوفوا الدنيا فيها إيه؟ مين رايح؟ مين جاي؟ عشان يأمنوا حدود المدينة المنورة ويبقى دا الأمير بتاعهم والقائد بتاعهم وكان يقول لهم كده من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله فكان يقول لهم عليكم بالسمع والطاع وإن كان عبدا حبشيا اسمعوا كلام طبعا كل دا في إطار إيه؟ إنه ما بيأمرش بمعصية لإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جميل ويصلي بهم إمام عمر بن العس كان قائد الكتيبة دي وهم في الصحراء يا حضرات أصبح لقى نفسه جنوب وهيصلي بيهم اتيمم وصلى صلى بيهم إمام اتيمم ما موجود لا 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 اتيمم وصلى بيهم إمام لما رجعوا المدينة حكوا المشهد دا للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال له أصليت بالناس وأنت جنوب يا عمر قال له يا رسول الله الجو كان برد وخشيته على نفسي وربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج شفتوا أنا أنا يعني هيدور نفسه في صحراء وجو برد خاف على الماء موجودة لكن خشي على نفسه فاستخدموا الرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ليه يا حضرات القرآن حطي لي يريد الله بكم اليسر عشان اللي لا يستطيع الصوم لأسباب مرضية أو مسافر في مهمة ما وفي بلاد بعيدة والنهار طويل جدا وفيه مشق على أداء مهمته هو سفير ينوب عن بلده في أمر ما بيعمل حاجة ولا بيخلص شغله ويتعذر ويصعب عليه الصلاة والسلام القرآن قال له لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شفتوا إن الدينة يصر إزاي وده اللي النبي علمه لنا عليه الصلاة والسلام الرفق كله جاي يفتح مكة وكان في رمضان وناس صايمة في رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرخص يدي رخصة للناس فأفطر ده جيش وجايين لفتح مكة شهر رمضان في الصحرة في مشقة جديدة جدا وده جنود عايزينهم أقوية فالنبي قام فطر قدامهم عارف البعض قال لا 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 أنا هصوم أنا هصوم لا 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 النبي قال أولئك العصار انت حتزايد فعشان كده بنطيب خاطر أهلنا اللي الأطباء قالوا لهم ما تصومش فيه بعض مرضى السكر من درجة معينة كده الدكتور يقول له اوعى تصوم طب يا أخي ليه تئذي نفسك ما ينفعش ان الله كان بكم رحيمة ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمة ويا خي ربنا حيعطيك الأجر لأن النبي قال إذا مارض العبد أو سافر أعطاه الله عز وجل أجر ما كان يفعل صحيحا مقيمة فلما ربنا يعطي رخصة الحد اقبل رخصة الله ما تضرش نفسك ولما الأطباء ودرسال الأهلين وخاصة كبار السن وأصحاب المراد الشديدة والكلام ده الدكتور قال له ما تصومش فيه خطر على حياتك ما ينفعش ما ينفعش وبعدين إذا كان مرض مؤقت فعدة من أيام أخرى ترجمة نانسي قنقر